لسه مستمرين مع نجم لقاء بارح الكابتن والقائد والملهم طبعا محمد صلاح كان ليه بقى تصريحات مهمة جدا بعد الفوزة على المغرب والتأهل للسامي فاينل فقر العرب اللي سجل الهدف الاول وصنع الهدف التاني قال ان المباريات في كاس امم افريقيا مش ممكن ان احنا نتنبأ بيها البطولة صعبة وكل الفرق عانت بديل اللي احنا شفنا الجزائر بتخرج من البطولة في الدور الاول شفنا كمان السنغال بتتأهل من دور المجموعات بتسجيل هدف واحد اكد كمان صلاح ان نيجيريا كانت الافضل في دور المجموعات لكنها برضو خرجت من دور الستاشر عشان كده صلاح شايف انه في البطولة دي ما تقدرش ان انت تتوقع نتيجة اي مباراة وانه هم هيركزوا بس على مباراتهم مع الكاميرون كمان صلاح اتكلم عن الروح والحماس اللي بيلعب بيها المنتخب وقال ان اللعيبة بيقدوا وبيطلعوا كل حاجة عندهم في كل مباراة وان هو بيتمنى الانتصارات تستمر كمان اكد فخر العرب ان هدفه هو اللعيبة ان هم يساعدوا الشعب المصري ويتوجوا بالبطولة وان هم هيوصلوا اللعب والتقدم اكتر واكتر في البطولة وكل تركيزهم دلوقتي على مباراتهم الصعبة ضد الاصود الغير مروضة وانتخب الكاميرون على فكرة المباراة قدام الكاميرون هتكون الخميس بإذن الله الساعة 9 بالليل يارب كلنا نفرح وقتها بعد ما اللعيبة يقدروا يتأهلوا للنهائي ان شاء الله واعتقد ده مثال حي للقائد اللي جوه الملعب كمان من بر الملعب